حديث كبير وكان فما العديد من التحقيقات التي نشرت بخصوص سماح برسو سفينة ألمانية بميناء الإسكندرية لتفريغ شحنة أسلحة متجهة للكيانة المحتل ذكرت المصادر في الكيان بأن شحنة تعود لوزارة الانتاج للحرب المصرية مشتددة على أنها لا تقدم مساعدات لإسرائيل في عملية الحربية الجيش المصري ينفي كل هذا وينفي مساعدة الكيان يقول مفهما حتى الشكل من أشكال التعاون يقول هذي شحنة تابعة للإنتاج الحربي المصري وهي شحنة بالعكس لا تقدم مساعدات للكيان في عملياته البحرية وانفات بشكل قاطع كل ما تم تداوله هو الخبر أول ما استرابه سفينة كاترين استرابت منظمة العفو الدولي صحيح هي أول ما استرابت الخبر عن رسوم سفينة ألمانية محملة بالمفجرات في ميلاد الإسكندرية وقالوا أنها ستتوجه نحو الكيان الصيوني ورويترز عبر شبكة رويترز إذن هنا هو شنية القضية القضية دائما هنا أن الكيان الصيوني دائما لما نتحدث عن ألمانيا ألمانيا دخلت بقوة وصارت تعترض حتى أهداف جوية معناها في قرب الكيان الصيوني لغاية ذلك بالطبع هنا الموقف المصري موقف طبعا ووجدت نفسها في موقف حرج وحرج جدا مصر معناها إذا كان معناها هذا الأمر بهذه الصورة ولذلك جاء النفي سريع معناها من القوات المسلحة المصرية لرسوم أي سفينة أجنبية قد تنقل معناها هو تحدثه طبعا عن أن هذا يتعلق بالجيش المصري ولا يتعلق بشحنة موجهة لكيان الصيوني لأن في النهاية شوف رأي صحيحنا حتى الدول العربية ننتقدها بكثرة ربما ما وقفها من القضية الفلسطينية وما وقفها من حصار غزة وما وقفها حتى مما يحصل هناك ولكن معناها حقيقة هي تبقى دايما كما يقال الحقيقة سيكشفها التاريخ يوما ما لكن أعتقد أنا لسرعة تكذيب القوات المسلحة المصرية معناها لهذا الخبر وحسنت أنا تكذيب والبيباجي من القوات المسلحة مش من وزارة الخارجية من القوات المسلحة المصرية اختار الجيش المصري أنه هو اللي يرد في بيان لأنه شوف لأنه في مصر دايما هناك الدولة والنظام معناها الدولة اللي أنا توفي في مصر ويحكم المجلس العصري هو اللي يحكم الدولة هنا والدولة العميقة في مصر مهما كانت ربما مع مواقف المواقف المصرية الرسمية والعلنية وما شبه ذلك لكن الدولة العميقة في مصر مش ممكن معها تتورط في هكذا أمور هكذا أعتقدنا صحيح ربما قد نلوم مصر على أشياء عديدة خاصة وكان يمكن تتخذ مواقف أقوى يعني في علاقة مع الكيان الصهيوني رغم كل شيء أنا رغم اتفاق كام دايفيد وغيرها وغيرها وانتقدناها خاصة في بسالة يعني محور فيلادلفيا لكن يعني استبعد أنا شخصيا معناها أن تكون هذه السفينة ربما أو يسمح لها بالمرور سفينة ألمانية نحو الكيان الصهيوني ليش لأنه معناها هي طبعا إحنا طبعا نجموش نزيدوا على النفي هذا ليش لأنه هناك تقريبا ثلاثة حاملات طائرات هناك موجودة هناك أكثر من سفينة حربية أمريكية موجودة في البنطقة هناك وهناك دعم يعني غير مسبوق من كل الغرب ليس فقط من الولايات المتحدة الأمريكية بالتالي أنا معناها أستبعد رسول هذه السفينة مع وجود قبرص يعني قريبة جدا من هناك فبالتالي أستبعد شخصيا أستبعد معناها أن تكون مصر معناها محطة لإيصال مثل هذه السفينة من المتفجرات إلى كيان الصهيوني واضح أبو البيبة نمشي لصحيفة هايرتس معك دكتور سليم العسلي ومحلل سياسي بيرز في الكيان هارئي لذية قال في تحليل بصحيفة هايرتس تحليل لذية دار برشا وشوفناه حتى في القنوات 12 و13 و14 قال بأن أكتوبر هو الشهر الأكثر خسائر بشرية بصفوف الجيش المحتل منذ بداية عام 2024 وقال بأن استمرار قتل وجرح عسكريين قد يدفع الرأي العام الإسرائيلي إلى الخروج للشارع والمطالبة فعليا بإنهاء الحرب خسائر وصفت بالفادحة والصادمة في شهر أكتوبر والخسائر هذية بربي قبل ما نأخل إجابة من عندك دكتور عسلي دكتور رفع طبيب أنت قلت لنا بأنه بزرما الخسائر هذية يحكيوا عليه في الآلام العبري والآلام الأمريكي ولا يحكي عنها في بعض وسائل الآلام العربية فضل الله دكتور عسلي هو شوف الخسائر فما مع أنت فما التفسير من الجانب الإسرائيلي بيدو اللي هو الجيش الإسرائيلي ولا يقتصد في الذخيرة وهذي الكونسيقونس ديريكت الكونسيقونس النتيجة النتيجة مباشرة نتع الحرب على جنوب لبنان شمع أنت يقتصد في الذخيرة مع أنت هما المشات نتع الكيين الصهيوني في غزة كي بشي يدخلوا المبنى كان جيش الطيران يجي يقصف المباني المجاورة بشي يفجروا العبوات الناسفة والمتفجرات اللي حطينهم المقاومة اللبنانية هذية معاك ساير خطر يقتصدوا في الذخيرة الذخيرة ماشية جنوب لبنان للقصف هذية واحدة ثمين سلاح الهنسة المختص اللي في الاستكشاف نتع المباني المفخة كيف يخدم في جنوب لبنان ولهذا ولا الجيش يخو في ريسك الكيين المحتل يخو في معانتها ريسك أكثر ويدخل ويغامر وتقع العمليات اللي قاعدين نشوفوا فيها بالعبوات الناسفة واللي حماس ولا تستاط فيهم تستاط فيهم معانتها ولا وساهنين ما فيهم حد شي هذية معلاش خطر يقتصدوا في الذخيرة على خطر يحاربوا على زوز واجهات توتون ساشون معانتها مع الذكر اللي في غزة ذاك المخيم جباليا رهوا ثلاثة ألوية يحاربوا فيه ثلاثة ألوية والمقاومة نشحت في حاجة اللي خرجت الحرب من خارج وسط جباليا ولات على حدود جباليا وذي مهم ومهم اللي العمق العمودي نتع المقاومة الفلسطينية رغم الضربات الموجعة يلي مزالوا فما أنفاق شوية يخدموا مزال فما عبوات ناسفة وفما طريقة جديدة انت حرب خط الصواريخ ما عادش نشوفوا فيهم برشا في غزة ظاهر معانتها تمسوا المنصات للإطلاق والشاسم المسيرات ومتع الزواري كل ما عادش نشوف فيهم برشا وإلا ممكن مخبين هم فما معانتها عدم توازن شوية والمقاومة باسلة وإن شاء الله رب يثبتهم ويقعدين يعملوا في برشا خسائر في غزة علاش خط بالنسبة للمقاومة هذي مسألة حياة أو موت مخيم جباليا على خط كان يتيح مخيم جباليا نجاح خطة جنرالات وفصل لشمال غزة على البقية وبش يستوطنوا فيه ونرجعوا بالباب اللي حكينا فيه قناة منجوريون ولا السكة الحديد تاعك الخط الاقتصادي اللي بش نفسوا به نيودلهي تلابيب نيودلهي تلابيب اللي بش تعد الأوروبا اللي بش نفسوا به اقتصادياً وعالمياً الصين جستماً وهذا ما يعبر عنه بتقنين الذخيرة يعني الاقتصاد الاقتصاد في الذخيرة وفكرت نقطة مهمة دكتور عسي أنه المقاومة نقلت القتال إلى خارج جباليا للدفاع عن المخيم دكتور رفع طبيب وقتلي وكأنه بمخيم جباليا أصبح الكيلومتر الأكثر خطورة ويعني على الكيان وعلى أمريكيا وعلى الكل على الكورة الأرضية الكل وكما قلت نسي دكتور عسلي تلافة ألوية كانوا خمسة ثم أوليه وتلافة ألوية خطة جنراليت وكأنهم قاعدين يحاولوا أنهم يفهموا أبعاد هذه الخطة في مخيم جباليا وتنجح المقاومة في أنها تنقل المعركة قدر الإمكان خارج المخيم سمحوني القسام يستهدف نقلة الجند القسام يحاول أنه يقوم بعمليات كر وفر تكتيك نقل المعركة خارج جباليا أولا لكسب الوقت ثانيا لإنزال أكبر قدر من الخسائر والمقاومة كما قلنا يعني ما زالت تحدد خيوط اللعبة فوق الأرض الفلسطينية سبعتاشا قدر إسرائيلي في جبالي سبعتاشا بلين نحب أن أكد على الحشر صحيح أن نحكي معناها على المقاومة وعلى المجتمع المقاوم والبيئة الحاظن ولكن فما حاجة مهمة بديوا يحكيوا عليها اللي مات الناس اللي يهتموا بسوسيولوجيا الحروب في المنطقة ويقولون أنه رأي إسرائيل حتى هي تغيرت أيضا وتبدلت بشكل كبير وإحنا بالحق لو من الأي ماتلولة قلنا من أهل لماذا هذا الصمود لنيتانياهو كيف تمكن من أن يصمد كل هذه المدة لأنه فما جزء كبير أيضا من المجتمع الإسرائيلي الذي أصبح اليوم خريطا في هذه الحرب واحد زيالي ذلك أنه اليوم حتى المسيرات متاع عائلات الأسرة لدى المقاومة يتم ضربهم من طرف جزء من الجمهور الإسرائيلي يعني يقولون مش همنا في أولادكم معنا في أولاد أبو الجحيم المهم اليوم هو أنقاذ إسرائيل عليش مثل هذه مهمة؟ لأنه عندما ترى أرقام القتلى في الجيش الإسرائيلي وهنا هذه استوقفتني ستين بالمئة من المئة وثين وعشرين قتيل من الجيش الإسرائيلي ستين بالمئة يعني أكثر من نصف في شهر أكتوبر هم من الصهيونية المتدينة جماعة سموت خيتش يعني حتى اليوم في هذا الجيش وهنا نراه معناه دكتور العسي يجب أن نفهمها فماشي فقط كمعناها تقنين الزخيرة هناك أيضا حتى في اختيار المفارز المقاتلة يبدو أنه هناك جزء من الجيش الذي لم يعد يؤمن لا بيخط الجنراليات ولا بيخط التلينتانيا ولا بهذه الحرب أصبح لا يساهم في هذه المعركة وتم الدفع بمجموعات أردنا أمكاننا داخل الجيش الإسرائيلي الذي فيه انشققات كبرى اليوم على مستوى حتى معناه في المجموعات فم مجموعات دينية فم معناه ألوية فيها معناه أكثر معناه ناس من المتدينين المتصاهنين معناه الدينيين ومرتسقة ومرتسقة ونعرفوا اللي في المدة الأخيرة هناك أرقام رينيها بيننا معناه التفجير معناه متاع الصاروخ اللبناني في مفرزة من المجموعة من الجنود الإسرائيليين ماتوا ستة تم الاعتراف كما ثلاثة يعني إن فم ثلاثة لم يتم الاعتراف بهم وذي لاحظناها لو نعرفوها مسألة قديمة في حرب العراق ماتوا كل في كل مية وخمسلاشن ألف ولم تعترف أمريكا اللبثين ألف يعني ما نفهمها معطيات لو نعرفوها أما بقال يهمني أنا هو أنه اليوم دخلنا في فترة فيها العديد من النقاط لكن نفس هذا الجمهور الكيان بشي قد بنفس المسافة من نتنياهو حتى مع هذه الأرقام الجديدة بالنسبة للخسائر في الجيش الدكتور رفع ممكن في فترة ما يقول لكينا مع نتنياهو اليوم فهم التهديد للكيان وراو ضرب تل أبيب وضرب حيفا خلنا الناس تكون معا حكومة نتنياهو مش ضده عكس ما ممكن نقبل إحنا ما هكا عونا بخيفو أما اليوم مع الأرقام هذه والخسائر في الجيش مهما كان شكونهم شكونهم الناس يدومة لكن كذلك بشي خلي الجمهور في الكيان يدور على نتنياهو الضغط والانقلاب ما هوش فقط مال قتل كما قلت سيادتك معناها فما جزء معناها سيضغط على الحكومة في هذا الإطار ولكن أكبر ضغط بشي يكون من شكون من المستوطنين المهجرين الذين خارجوا من الشمال وخارجوا من منطقة غلاف غزة وحتى في المدة الأخيرة يتحدثون معناها على أن عسقالين أصبحت أيضا مدينة أشباح يعني الناس هذوم هم اللي سيضغطون على الحكومة ولن ننسى شيئا أنه خلافا لما يتصور البعض أي رئيس بشي جي في أمريكا ترامب ولا غيره فهمني سيحاول أن يذهب بأمريكا إلى الحرب الحقيقية التي تريد أمريكا والتي تأخرت لمدة توا سنتين بفعل حرب أوكرانيا ثم بفعل الحرب هذه اللي معناها على غزة الأمريكان يريدون الذهاب إلى الحرب وإلى محاصرة الصين هذه معناها حقيقية والزوز يؤمنون بهذه العقيدة إلى حد الآن سمود غزة سمود لبنان سمود إيران سمود كل الجبهات التي تحارب اليوم في إسرائيل جعلت من هذا المشروع يتم تأخيره إلى ما لا نهاية وينكن واضحين حتى الدول الأوروبية في المدة الأخيرة لاحظنا أن موقفها بدأ يتغير العديد من الدول الأوروبية أنا عندما سمعت الخطاب بمتاع ماكرون موش اليحق أعمل في المغرب اللي هو معناها استفزازي إلى بعد حدوط لا 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 عندما تحدث عن إسرائيل وقال هذه الدولة وجدت بفضل الأمم المتحدة عام 48 وكأنه نسف نهائيا كل السردية الإسرائيلية وصهيونية